اهلا بحضراتكم من جديد دلوقتي تسعة وخمسين نقطة عنده هزمتين ركزوا معايا بس عشان ايه تبقى انتوا عارفين ايه الوضع زى ما قلنا قبل ما خش في التفاصيل الفوز الاول بحدد البطل بعدد مطشاط الفوز حلو الكلام بعدد مطشاط الفوز لو تساوي عدد مطشاط الفوز بروح للنقط اشوف مين النقط بعد كده لو النقط تساوي بروح بقى للاشواط وقصة كده يعني ممكن ما نلجأ لهاش فدلوقتي احنا خسرانين مطشي نادي الزمالك خسران اللي هو المنافس بنافس معنا على المركز الاول خسران مباراة من مين منا احنا خسرنا من مين خلاص خسرنا من البتروجيت وخسرنا هوق من طلاع الجيش احنا دلوقتي طب ديه بالنسبة للهزيم كم نقطة احنا احنا تسعة وخمسين نقطة نروح للزمالك الزمالك خسران مباراة عنده دلوقتي لان الزمالك كسي بتحاس كندري منذ لحظات برضو تلاتة واحد فكده نادي الزمالك بقى عنده ستة وخمسين نقطة عنده نادي الزمالك مباراة تانية مؤجلة هيلاعب تلاتي الجيش تاني ان شاء الله هنقول مثلا في حالة فوز نادي الزمالك هنقول فوز فكده نادي الزمالك يبقى تسعة وخمسين نقطة واحنا تسعة وخمسين نقطة نادي الزمالك هزيمة واحنا هزيمتين يبقى لو كسبنا مباراة نادي الزمالك وهو كده كده بالمناسبة كلازم نكسبها بس هنقول في الوضع اللي احنا فيه رحنا مباراة نادي زمالك بإذنك يا رب فوزنا نشيل البطولة ليه هنبقى احنا هزمتين مع بعض اي نتيجة تلاتة واحد تلاتة اتنين اين كان نتيجة هناخد تلات نقاط الزمالك هياخد نقطة او اتنين هيبقى قلي مننا فاحنا هنبقى مثلا اتنين وستين نقطة والزمالك واحد وستين او ستين في خلاص يبقى احنا خدنا الدول طب هنقول فرضا كنا كسبنا النارض والزمالك كسب كل ماتشاته برضو لازم تكسب الزمالك الماتش الجاي لانه كنا هنبقى هزيمة واحدة والزمالك هزيمة واحدة فاللي هيكسب هيشيل الدوري اذا الماتش النهاردة عشان بس واحدة واحدة كده ماتش النهاردة مايأثرش علينا المنافس طب تأثير الماتش ايه تأثير الماتش نفسي صح يعني انا قريت دلوقتي على صفحات كتيرة قالوا ان الماتش ممكن يكون ليه تأثير نفسي وبتاع والكلام ده كله اولا فريق كرة طائرة بالاخص غير اي فريق تاني مش معودنا على كده يعني معودنا على ايه معودنا انه اشد الظروف والمواقف بفضل الله ورجولة اللعيبة واخلاص الجهاز الفني بنعد المواقف دي فاذا هما اللعيبة عندهم قدرة كبيرة جدا هما يتجاوزوا اي اثار سلبية نفسية على الفريق نتيجة هذه الخسار طيب انت بتقول ليه كده هيسان بقول كده لان الفرقة فيها خبرات كبيرة جدا عحمد صلاح عبدالله عبدالسلام سعيد دولة عبو كل اللعيبة دي لعيبة عندها من الخبرات سواء مع النادي او مع المنتخب تقدر تريكافر النفسي على او تأثيرات النفسية من المباراة زي ده تقدر تعالج نفسها مش محتاجة اي كلام من الحاجات دي ولكن احنا هنا كجمهور النادي الاهلي انا مش هتكلم بقى كبرنامج الابطال لا احنا كجمهور من النادي الاهلي انا بنساند هذا الفريق لان الفريق ده الحقيقة فرحنا وكسر ارقام صعب بتتحقق بعد كده وبقول من هنا من البرنامج الابطال كلنا ثقة واخدوا كلامي ده ويعني يعني بكل يعني مصدقية كلنا ثقة في هذا الفريق وحب ودعم لهذا الفريق وبنقول له ولا حاجة خسارة مطش مفيش مشكلة خالص احنا رحينا على مطش الزمالك ركزوا احنا عندنا مباراة الاربع ان شاء الله مع نادي الزمالك والاربع القادم زي ما قلت لحضراتكم في الانترو انه هتبقى في صارة المقولين العرب كل الدعم لهذا الفريق وانا بقول لكم رسالة من هنا البرنامج الابطال لفريق كرة طائرة احنا كلنا ثقة فيكم ولا يهموك رجالة ان شاء الله تتعود المباراة دي ونفرح معاكم يوم الاربع بدرع الدوري وهو ده قدركم هو ده قدركم كفريق كرة طائرة زي ما عودتونا سواء انتوا او قطاع السيدات عودتونا تتحطوا في مواقف صعبة جدا جدا يعني الدور الاول كالمطش الزمالك ده عنق زجاجة واكتستوه ثلاثة صفر بكل اريحية فان شاء الله كلنا ثقة ودعم غير محدود لكم شد حلكم ربنا معاكم انا حبيت بس اقول لكم كنا ممكن نعد الخبر ونقول بس احنا قلات النادي الاهلي هنا دائما بيكون فيه مصدقية وبنربط على ايد المجتهد حتى لو نتاجي تهزت شوي ربنا معاكم ويوفقكم بإذن الله كابت المحمد مصلحي واللعبين